المش مستغرب كثير بالنسبة لأنه بعض الرجالة تاخد هذا القرار يمكن ولكن ست تاخد أيضا هذا القرار هذه نقطة وموضوع لازم نتوقف عنده تحديدا هانا وأسماء أنتوا من الستات اللي اخدين هذا القرار رفضين فكرة الإنجاب عادة المرأة بتحركها غريزة الأمومة عشان كده قلت الراجل يمكن شوي نقبلها نستوعبها ولكن ست شوي مستغرب بالنسبة لألنا هانا احكيلي هي عشان المرأة هي امرأة وهي الأم وهي المتحملة كل المسئوليات غريزة أممتها الغريزة الغريزة لو كانت في غريزة حقيقية ما كنش نسمع عن الحوادث اللي احنا بنسمع عنها حاليا يعني أنا لسه في أسبوع واحد حصلت كذا حدثة من أم قتلت ولدها أم مثلا قتلت منها بالريموت بس كيرا مرضى يا هانا بيبقوا مرضى نفسيين لا بس ما فيش أم طبيعية بتقتربها طبعا أكيد معليه خليني أتوقف ما حكي عندي يا مؤكد يعني لا بس في حالات كتيرة قوي كترت قوي حوادث الأب والأم اللي بتخلصوا من أولادهم اللي هم ما بتخلصوش منهم مثلا في الحياة فهما بيتخلصوا منهم بشكل آخر في شكل مثلا إهمال تربيتهم القصوى عليهم ما يقدروش ينفقوا عليهم كويس بيسيبوهم في الشارع يعني الأطفال المشردين في الشوارع دول مش لهم أمه برضو طب إيه اللي خلها تسيبهم يعني فيه عدد كبير جدا من الأمهات سوا أولادهم بالشرط يتخلصوا منهم لكنهم يتخلصوا منهم بشكل غير مباشر فأنا برفض أن يجي طفل للمجتمع بس أنت مش هتتخلى عنه يعني أنت بهذا الوعي وبهذا الإدراك مش هتتصرفي من بعض مثل بعض نماذج المريضة اللي ارتكبت هذه الأفعال الشنيعة صح؟ أصلا أنا الأمه بالنسبة لي مرتبطة بالأمان الأسرة معنا الأسرة الحقيقي الأسرة دي وطن وطن صغير لازم الطفل ده ينشأ في جوه كله أمان أنا أدمن منين أن أنا وفره الأمان جوه الأسرة بتاعتي أو أدمن منين أن هو يتوفره الأمان بره لازم أكون مستعدة نفسيا وماديا واجتماعيا أن أنا أنشأ الطفل ده لأن أهم مشروع في الحياة هو مشروع أن أنت تنجب إنسان واتطلعه للوجود أنت كنت مرتبطة قبل أه بالزبط اطلقت؟ أه بقالك قد ايه؟ مطلقة بقالي تسع سنين تسع سنين بفترة اللي كنت فيها متجوزة كنتم متفقين على عدم الخلفة؟ لا بصراحة لا بس أنا قلت له نأجل الخلفة دي شوي أنت كنت عم بتلاقي أي طريقة عشان تأجلي الموضوع صح؟ هو كان موافق معاك؟ أنا الفكرة عندي من زمان بس أنا كنت إيه؟ يعني عايشة في صراع بين الفكرة الجديدة بتاعتي اللي لسه المجتمع متقبلهاش وبين رغبتي من جوة أن أنا مش عايزة يكون لي طفل بس قلت يعني نجرب ونشوف فقلت له إيه؟ إحنا ممكن نقعد مثلا سنتين من غير أولاد علشان نشوف نفسينا هنقدر نكون إزاي مع بعض وبعد كده ممكن حدد بقى إذا كنت قلت بطفل ولا لا بس بعد كده اتغيرت فكرتي تماما عرفت أن أنا كنت صح أن أنا مش المفروض أن يكون في إنجاب أطفال خالص طب قطيلة الفترة اللي كنت باخد هذا القرار وفق معاك أهله وفقه معاك أهلك؟ لا محدش من أهلي تدخل في الموضوع نهائي أهله؟ آه هم طبعا أهله تكلموا ولازم نشوف ابننا ولنشوف الحفيد والكلام ده كله بس أنا كنت بطلب منه نأجل الموضوع شوها يا مش أكتر وفعلا حصل اللي أنا قلت عليه يعني إحنا انفصلنا بعد سنتين طب كان حيبقى شكلي إيه لو أنا مثلا عندي أطفال بقى وانفصلت عنه بس مش ممكن كان الانفصال ما يحصلش لو كان فيه أطفال؟ لا طب وليه أنا بقى برفض فكرة الربط إن أنا جيب أطفال عشان أربط حد بي لازم يكون الطرفين مقتنعين ببعض تماما مش عشان الطفل موجود هو اللي حيخليني أحب شريك حياتي وأكمل معاه ودي من أكبر العيوب في مجتمعنا بس ممكن كمان الولد أو البنت بالعيلة حل الحيات يعني يكون فيها طعم تاني يعني الجواز إيه مش هو عيلة؟ ماشي بس لازم يكون فيه استعداد نفسي ويمدي وكل شيء قبل ما ييجي الطفل ده وإلا ما كناش حنشوف الجرائم الاجتماعية اللي بتحصل حاليا هي الجرائم بتحصل حتى من زمن طويل يعني زي ما قال دكتور محمد دي نميزج مريضة يعني بس عشان الإعلام صار سهل والسوشيال ميديا صدنا بنسمع عنا بكثرة أكتر بس هي دي ناس مريضة تصنف بالنس المريضة يعني ملاش علاقة؟ طب والأطفال المشردين في الشوارع دول طب والفقرة اللي دايما بيبقى مثلا عنده أربعة ويجيب الخامس ويجيب السادس ويجيب السابع وبعدين يقعد يشتكي طب واللي يجيب مثلا أربع بنات ويفضل يكمل يخلف يخلف لحد ما يجيب الولد ده نسميه إيه؟ لا ما هو أصلي أنا كرهت الإنجاب ليه؟ بسبب العشوائية المجتمع في التفكير في الموضوع العشوائية المفرطة أنت قبل ما تنجب طفل لازم تكون عارف تقرس كل خطواتك أنت حتنشئه إزاي؟ يا ترى أنت مكمل مع شريك حياتك ولا لأ؟ يا ترى أنت موفر له المادة كويس؟ يا ترى أنت مؤهل نفسيا أنك تربي طفل؟ وبعدين الطفل ده بيحتاج معاملة خاصة